ألو آليات الحراثة منذ ساعات الصباح الباكر لتجهيز المساحات الزراعية الشاسعة هنا بقرية سعسع بريف دمشق لموسم زراعي جديد لسيما من محسولي البطاطا والقمح وغيرها من البقوليات فالفلاحون في سعسع متمسكون بزراعاتهم رغم معاناتهم من نقص المزوت الزراعي وتأخر صرف مستحقاتهم من محسول القمح نجهز الأراضي نستنى الأمطار إن شاء الله أعطونا مزوت شيء بسيط يعني ما كف حتى الفلاح السكة الأولى وعم نستنى رحمة الله وبالنسبة للأسمي دي أسمي دي ما في وبالنسبة لحق الأمح اللي السن الماضي سلمنا بحدود 300 تون أمح ظلينا نقبض لـ 15-9 الخطوة الكبيرة اللي نحن عملناها هي أتمتت المزوت الزراعي من خلال بطاقات الزكية اللي هو كانت خطوة مريحة جدا للأخوة الفلاحين لا في بعض المعويقات جاري حلا هي بس الكميات هي عم تكون قليلة شوي وعلى الرغم من تطبيق التنظيم الزراعي وأتمتت المحروقات لكن على الواقع نتائجها ضعيفة فلا أسمدة وإذا توافرت فأسعارها مرتفعة بشكل كبير والمازوت الزراعي الموزع كمياته قليلة وما يزيد الطين بلة كما يقال حرمان المزارعين الذين لديهم الطاقة الشمسية من الدعم عم نعاني كتير من شان الطاقة حرمونا من المازوت لأنه قال اللي يركب طاقة محروم من المازوت نحن بدنا مساعدة من الدولة ما بدنا مساعدة أنه والله الفلاح عم يدين ويقيم ويحط من شان الطاقة ويرجع آخر شيء ينحرم بلغ تقريبا عدد التنظيمات بحدود 400 تنظيم زراعي بتنظيم المساحات المزروعة المقترحة للعام الجديد من أجل الحصول على مسلزمات الانتاج الزراعي من السماد وبزار ومدت المحروقات في بلد زراعي كبلدنا اعتماده على خيرات أرضه لتأمين احتياجات الأسواق المحلية في ظل الحصار وغلاء المواد المستوردة أليس من الأجدر دعم وتمكن الفلاح بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي هذا الفلاح الذي أساس معيشته هو وعائلته ما تنتجه أرضه فهل يلقى الدعم المطلوب كي تستمر عجلة الانتاج الزراعي